موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدنا الكرام اينما تكونوا اهلا بكم الى حلقة جديدة من برامجكم وينت معكم نلتقي ونطالع ابرز المواضيع التي يتناقلها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة للعديد من الزوايا العلمية والمعرفية والكثير الكثير لكن بعد فاصل قصير موسيقى اهلا بكم مجددا اثارت الاتهامات التي وجهتها الحكومة اليمنية لمنظمة اليونسيف الكثير من الجدل الحكومة اليمنية اتهمت منظمة الاممية بانها تدعم المراكز الصيفية التي يقيمها الحوثي او ان شاء تقول المعسكرات الصيفية التي يقيمها الحوثي بهدف غرس كثير من الافكار الهدامة في هذا الجيل وفي ابناء هذا الجيل من ثم ازج بهم الى معارك القتال واقحامهم في معاركهم في غنى عنها وهي لا تمثل لهم شيء بغض النظر عن ما اذا كانت هذه المعسكرات تمولها المنظمات الاممية او غيرها فان هذا جرم كبير لا يمكن السكوت عليها ابدا لان هذه المراكز الصيفية يتم فيها تابعة طائفية وايضا مليئة بالحقد والكرهية دعونا نرى كيف كانت ردة الناشرة المواقع التواصل الاجتماعي على هذا الخبر وعلى ان الامم المتحدة تدعم ميليشيات الحوثي وجزء من هذا الدعم قدمته اليونسيف في دعمها للمراكز الصيفية الحوثية والاتهامات حول هذا الموضوع عبدالقادر الجنيدة تقرير بان اليونسيف تمول معسكرات الحوث الصيفية للاطفال لغسل ادمغتهم بافكارهم وشعاراتهم العسكرية والمذهبية والطائفية الممزوجة بالدين وصرختهم بالموت واللعن اما احمد عايل فقد غرد على هذا الموضوع قائلا في فضيحة كاشفة ماحقة للامم المتحدة في اليمن الكاشف ان منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة تقوم بتمويل ودعم المراكز الصيفية للحوثيين وفيها يتم غرس الاحقاد والكراهية وتأجيج الصراع وتلقينهم وجهات عسكرية ودفعهم لجبهات الحرب ويقدم الدعم عبر منظمة الشراكة العالمية من اجل التعليم اما وافي العامري فهو الاخر غرد قائلا تخيلوا ان كل المراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيات الحوثية المشبعة بالطائفية وتجنيد الاطفال ممولة من اليونسيف التابعة للامم المتحدة بحجة دعم التعليم اما يحيى السقير فعلى صفحتي في فيسبوك نشر منشورا قال فيه الكشف عن المنظمات الممولة لمراكز الميليشيا الطائفية تكشف المعلومات الواردة ان منظمات اممية تقف وراء تمويل المراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي تستهدف من خلالها تطييف المجتمع واستقضاب الاطفال للجبهات موقع الجيش قال بان منظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة تكفلت وعبر منظمة الشراكة العالمية من اجل التعليم والتابعة لوزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء تكفلت بجميع التكاليف للمراكز الصيفية التي تقيمها الميليشيا للطلاب كما اكدت المصادر ان اليونسيف تكفلت ايضا بدفع مرتبات عناصر الميليشيا الحوثية العاملين والقائمين على ادارة هذه المراكز وتؤكد العديد من التقارير الواردة اضافة الى مصادر محلية في صنعاء من اولياء امور الطلاب ان الميليشيا الانقلابية تقدم من خلال هذه المراكز الصيفية مناهج وافكار طائفية تستهدف بها الاطفال والناشئين علاوة على تحويلها الى مراكز استقطاب تدفع من خلالها بالعشرات منهم الى جبهات القتال اذا هذا امر خطير اذا ما تم اثبات ذلك وعلى الجهات المانحة والدول المانحة مراعاة ذلك ومحاسبة هذه المنظمات اين تذهب بهذه الاموال عموان الى موضوع اخر ايضا منتشر مواقع التواصل الاجتماعي منزل المواطن مجاهد قشيرة الذي كان جنديا مخلصا لميليشيات الحوثي وما ان اختلف معهم حتى قاموا بالتنكيل به وسحل جثته بعد قتله وايضا احراق منزله متابع سويا هذا الفيديو لمنزل مجاهد قشيرة في غريدة محافظة عمران وكيف نكل الحوثيون به وبمنزله وعائلته احسن الرئيس احسن الرئيس الآن احسن الرئيس اللقاء احسن الرئيس إذا كان هذا الحال مع من ساعدهم ووقف معهم فكيف بمن هو معادل لهم ومناهض لهم يجب على المجتمع كل المجتمع أن يقوم بما يجب القيام به ضد هذه الجماعة المارقة وأن لا يتم الدفع بمزيد من الشباب ومزيدا من الأطفال إلى مراكزها وإلى جبهاتها محمد جميح نشر على صفحته في فيسبوك منشورا قال فيه عصابة لا أخلاقية تدعي الأخلاق بدأ الحوثيون في العام 2004 أعمال العصابات بقتل رجال الأمن في صعدة ومنذ ذلك التاريخ ونحن نقول إنهم عصابة وهم يقولون إنهم يتحولون إلى دولة فيما تفضح أفعالهم دعاوى الكاذبين السلوك الإجرامي الذي ظهر على عناصرهم وهم يقتلون أحد قياداتهم الكبيرة مجاهد قشيرة يفضح دعاوي التحول إلى دولة سحل الجثة والتمثيل بها في مشهد بشع لا تقوم به إلا عصابات الإجرام يدل على ما نقوله دائما الحوثيون عصابة لا أخلاقية تدعي الأخلاق القيادي المتحوث مجاهد قشيرة كان إلى قبل أيام الولي المجاهد ولما غضبوا عليه قتلوه وسحلوه وهتفوا فوق جثته الله أكبر هذا المنافق إن معيار الأخلاق عند الحوثيين يتمثل في مقدار الولاء لقيادة الميليشيات وعند أي محاولة للاحتفاظ بقدر قليل من عزة النفس واستقلاليتها يتحول الولي المجاهد إلى منافق ومرتزق يستحق السحل والتمثيل بالجثة الحوثيون عصابة تحاول التحول إلى دولة ولكنها في كل مرة تكشف عن سلوك مرضي لا يصطر إلا عن رجال العصابات المصابين بعقد الحقد والمظلومية والاضطهاد والإجرام منذ العام 2004 كنا نقول أن الحوثيين متمردون إجراميون وكان بعض الحقوقيين والناشطين السياسيين يقولون إننا نتاجنا عليهم ويوم دخل الحوثي صنعاء بدأ بهؤلاء الناشطين قتلا وحبسا وتشريدا ولما أدركوا أن الحوثي مجرم كانت الشمس قد غربت وولى النهار لم نكن نضرب الرمل عندما قلنا منذ سنوات بعيدة إن عيون المتمردين على صنعاء ويوم أن كان بعض الناشطين يسخرون منا ويتهموننا بالعنصرية والتعصب لم نكن نقرأ الكف ولكننا كنا نقرأ التاريخ والذي يقرأ التاريخ يستطيع استشراق قادمات الأيام المهم لليمنيين اليوم أن يكفوا عن الشماتة ببعضهم الكل ناله نصيب وافر من جرم الحوثي والكل مطالب بالإنحياز للجمهورية ضد هؤلاء الإماميين الذين ضحكوا على فريق من اليمنيين بأنهم جمهروا في العام 62 تسعمائة وألف لنكتشف في 2014 أنهم يريدون القضاء على سبتمبر المجيد بسبتمبر آخر سبتمبر مزيف خارج عن أباءة الولي الفقهية أما الإعلامي أنور الأشول فقد غرد قائلا إلى اليمنيين عموما وإلى أولئك المتنطعين والمغفلين المحشرين مع الحوثيين وإلى المتخاذلين وفي مقدمتهم الهاشميين المحايدين من لم يقتنعوا بمشروع الحوثي ولم يتماهوا مع قبح الصفويين من الذي تنتظرونه أكثر من القتل والسحل والتعزير هذا هو الوجه الحقيقي للحوثي هذا مستقبل اليمن في عهدهم أما إبراهيم حمود فهو الآخر غرد بالقول بابكر عندما اختلف مع الحوثيين في إب اقتحموا منزله وصوروا فيديو أنهم وجدوا دولارات ومبالغ بالريال السعودي وحشيش واتهموه بالعمال والارتزاق وقبل فترة زمنية بسيطة كان في مقدمة الصفوف لإسقاط العود وجبهة حمك بيد الحوثيين وعندما قتلوا وسحلوا المتحوث قشيرة قالوا أيضا إنه مرتزق ومنافق هذا ديدناهم التهمة جاهزة وبسيطة جدا أنت ضد هذا الوطن أنت مع العدوان أنت منافق أنت مرتزق الكثير من الأمور وربما الحوثيون لا يتورعون أبدا أن يصوروا فيديوهات وأن يقولوا أن هذا وجدناه كثير من الأموال في منزله وهذا كان يتعامل وهذا وهذا حتى وإن كان جنديا معهم في نفس الخندقة من الوائلي يعرف اليمنيون الآن حجم الورطة وفداحة الكارثة ومقدار السوء الذي تمثله وتتمثله اللعنة الحوثية الجاتمة وهم بين متحوث وصامت يجمعهم نزيف الثقة ومزيد الحاجة إلى شرعية أفضل حالا ورجال أكفاء وأجدر وأقدر على إقناع الناس بجدوى التعويل وبفائدة المراهنة على أمل بالخلاص عن قريب أما عادل النزيلي فغرد قائلنا كل يمني سيجد نفسه في مواجهة الحوث برغبته أو مكره لأنهم يتنافون مع الفطر اليمنية والعرف وليس هنا قانون يحتكم إليه بين الناس والميليشيا وعلى كل يمني أن يستعد لحربه معهم مهما تخيل أن تماهيه معهم سينقذه سيجد نفسه معهم بمرحلة كسر العظم كن مستعد لحربك لا تنخدع بوجه اللئيم أما حنان الوادعي فهي الأخرى غردت في القول إشباقي يا جماعة الحوثي من نقيصة وجريمة ومصيبة ما فعلتهاش اعتقالات قتل تعذيب في السجون إخفاء قسري فساد مرعب زرع الغام والآن سحل تمثيل بشع بالجثث أقول لكم إيش باقي يا أولياء الله باقي تقطع الرؤوس عشان تكتمل مسيرتكم القرآنية الداعشية العظيمة يا رب فرجك أما كهلان الحميري فهو الآخر غرد بالقول يجب أن تقوم الحكومة وعبر وزارة الخارجية بمطالبة الدول العربية والإسلامية بوضع جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية كمرحلة أولى ومن ثم مطالبة الدول الغربية يجب أن نسمي الحوثي بمسماها الحقيقي كجماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس إذن هكذا كان تعليقا ناشتنا لموقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم مع هذه الجريمة البشعة إضافة إلى ما كان أوردناه في بداية الحلقة من اتهامات وتقارير منظمة اليونسيف بأنها تدعم المراكز الصيفية التابعة لمليشيات الحوثي بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج وينيت حتى الملتقى في حلقة السبت المقبل في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة